اهلا بك في الحلقة الثانية من الواحدة السابقة لمنها كنات اخدنا الحلقة لفت افراد العائلة و اظن الحلقة كانت سهلة جدا و بسيطة جدا في الحلقة دي هنعرف ازاي نسأل عنهم و ازاي نجاوب على الشخص السائل ايه هو الكلام الكبير ده يعني ايه هنجاوب عنهم و ازاي نسأل الشخص السائل و الكلام الكبير ده هو الكلام مش كبير ولا حاجة بس هنشوف واجب الحلقة اللي فاتت و بعدين نبدأ درس النهات وواجب الحلقة اللي فاتت كان بيقول اختار الاجابة الصحيحة والسؤال الاول قدامك كانت الصورة دي وكانت الاجابة كلمة ماذر السؤال التاني قدامك كانت الصورة دي وكانت الاجابة كلمة جراند فاوذر السؤال التالت قدامك كانت الصورة دي وكانت الاجابة كلمة جراند ماذر السؤال الرابع قدامك كانت الصورة دي وكانت الاجابة كلمة ساستر السؤال الخامس قدامك كانت الصورة دي وكانت الاجابة كلمة براوذر السؤال السادس قدامك كانت الصورة دي وكانت الإجابة كلمة father درس النهاردة بيشمل قاعدة خفيفة زي 5 words لكن قبل ما نبدأ عايزك تكون مجهز كباتي نسكفي بتاعتك عشان نبدأ أنا عما تم مجهزة Give me one second Yeah, it's delicious بص بيا سيدي لو انت دلوقتي ماشي انت والدك في الشارع وابلك واحد صاحبك هيسألك وهيقولك من يكون هذا من يكون هذا هو ما يعرفش والدك فبيسألك ويقولك من يكون هذا فانت هترد عليه وهتقوله هذا يكون والدي هذا يكون والدي بس دلوقتي الكلام ده بالعربي احنا عايزين نحول الكلام ده دلوقتي لإنجلش فهيسألك وهيقولك Who is this من يكون هذا فانت هترد عليه وهتقوله This is my father هذا يكون والدي طيب مثال آخر عشان يتضح الأمر لو انت دلوقتي ماشي انت وأخوك في الشارع وابلك واحد صاحبك وهيسألك وهيقولك من هو ده فهيسألك وهيقولك Who is this من يكون هذا هترد عليه وهتقوله This is my brother هذا يكون أخي هاختفيلك من الشاشة وعايزك تركز معايا وتاخد بالك في كل مثالها الدهولك وعايزك انت اللي تحل عشان يتضح بالنسبة لك الأمر حسنًا؟ لنبدأ Who is this Who is this ودامة خمس سوين This is my mother This is my mother Who is this ودامة خمس سوين This is my mother This is my mother Who is this Who is this Who is this Grandfather This is my grandfather This is my grandfather Who is this Who is this ودامة خمس سوين This is my grandmother This is my grandmother وبالأمثلة اتضحت القاعدة ونثبتت في ذهنك تعال بقى نشوف القاعدة الأساسية تثبيتًا لمعلوماتك أول حاجة عندي كلمة Who بيجي بعديها Is بيجي بعديها This طيب ايه معنى Who وايه معنى Is وايه معنى This أول حاجة عندي كلمة Who دي أداة من أدوات الاستفهام اللي بتسأل عن العقل طيب ايه معناها؟ معناها من؟ وبتسأل عن العقل وعندي حرف ال-W اللي فيها بيكون So ثاني حاجة عندي كلمة Is Is دي فعل مساعد بيدخل معايا في الجملة عشان يساعدني في تكوينها طيب ايه معنى؟ معناها بيكون أو أكون أو تكون ثالث حاجة عندي كلمة This أظن ان احنا أخذناها قبل كده وقلنا ان معناها اسم إشارة وبيشير الى المفرد القريب بمعنى هذا أو هذه أظن القاعدة تضحت وبايت سهلة وبسيطة كده تمام؟ تعال بقى نشوف الفكرة الثانية معانا وهي فكرة التحديث listen and say with me استمع وتحدث معي flag معناها عالم family معناها عائلة tea معناها شاي television 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 معناها شاشة عرض أو تلفزيون tree tree معناها شجرة شجرة وبكده يكون وصلنا الفكرة الوجب choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة هتظهر قدامك جملة وصورة عايزك تختار الإجابة الصحيحة التي تدل على إجابة الصورة وجهة question one who is this who is this this is my father this is my sister this is my grandfather question two who is this who is this this is my grandmother this is my brother this is my mother question three who is this who is this this is my sister this is my grandmother this is my father question four who is this who is this this is my mother this is my brother this is my sister question five who is this who is this this is my grandfather this is my grandmother this is my question six who is this who is this this is my mother this is my brother this is my father وكذا يكونوا صنعين هات الحلقة ستجبعوا لايك سبسكرايب تولي لايك كومينت تانكس وواتشينك سلام عليكم احطا وكاتب